اشتركوا في القناة 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 الاهلي العظيم الكبير اللي موجود وراء فريقه دايما وباستمرار وما بينساش ابدا كل واحد ادى روحه ادى حياته للنادي ادى كل ما يملك للنادي وحبه لهذا الكيان الكبير طبعا بنحييهم وبنشكرهم على عطاقهم للنادي بنحيي جمهورنا طبعا الموجود ورفع هذه اللافتات شهدائنا شهداء النادي الاهلي يا ربنا تغمدهم برحمته يا رب زي ما بقول لكم وكده ان شاء الله مباراة طلعة الجيش هتكون المباراة الاولى في الدور التاني في اسبوع الـ 18 كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا ان شاء الله في هذه المباراة طبعا الفرق ابتدت الدور التاني من يوم السبت مبالح يعني كانت بدايتها مع مصر مقصة والأسيوتي وتعادل سلبي 0-0 ايضا مباراة الرجاء والمقاونون العرب وفوز الرجاء 1-0 على المقاونون العرب وتعادل الإسماعيلي 0-0 ومن هنا لازم النادي الأهلي من خلال هذه النتيجة يستغل طبعا فرصة التعادل ده ومن خلال مباراة ان شاء الله طلع الجيش يبقى فيه فوز وثلاث نقاط انت بالتالي الثلاث نقاط دول بيخلوك بتتقدم فيه جدول الدوري وبتفرق عن فريق إسماعيلي ولسه مباراة متأجلة لك من الدول الأول هي مباراة المقاولون العرف فان شاء الله تبقى مباراة فيها ثلاث نقاط مهمة جدا لازم طبعا العيبة تبقى فهمة كده خصوصا بعد تعادل الإسماعيلي مع الاتحاد سكندري تعادل سلبي 0-0 مباراة النصر وطنطا وفوز طنطا على النصر 2-1 بترجيت والدخلية وفوز بترجيت أو تعادل الدخلية وبترجيت 1-1 يمكن مباراة كانت قوية النهاردة مباراة بترجيت كريم طارق بيحرز الهدف الأول كرة رائعة من كريم طارق ثم في الدقائق الأخيرة الدخلية في دقائق 86 بيحرز عن طريق أحمد صابر هدف التعادل اللي دائما الدخلية بيعمل هذا الموقف دائما بيخش فيه هدف وتلاقيه في الدقائق الأخيرة بيحرز هدف التعادل أو هدف الفوز وقت ما المفاجأة يعني أنا بشوفها أنها كانت مباراة قوية ولكن كان فيه حدث فريد في هذه المباراة مباراة سموحة وأمبي احتساب 3 ضربات جزاء في هذه المباراة أحراز هدفين منهم السيد فريد وضربة الجزاء الثالثة أحرازها محمد حمدي زكي ويفوز طبعا فيه هدف تاني أكرى اللعب المحترف في سموحة ويحرز الهدف الرابع لفرق سموحة ويفوز سموحة على أمبي 4-0 طبعا فيه مباراة جارية حتى الآن هي الزمالك والإنتاج الحربي إن شاء الله بكرة طبعا أو يوم الثلاثة إن شاء الله هيكون ودي دجلواء المصري والأهلي وطلاقع الجيش ده في الأسبوع الثمنتشر وختام الأسبوع الثمنتشر زي ما قلت لكم الإسماعيلي عنده 41 نقطة حتى الآن بالتعادل السلبي اللي كان موجود مع في الاتحاد الأهلي 39 نقطة حالة إن شاء الله الفوز النادي الأهلي على طلاقع الجيش النادي الأهلي يوصل لل42 نقطة وفرق نقطة ولسه طبعا زي ما قلت حالكم متأجل وماتش أمام المقاولون العرب من الدور الأول إن شاء الله بكرة هيكون فيه مؤتمر صحفي للنادي الأهلي لتوقيع عقود بطولتين طايرة سيدات بطولة أفريقا طايرة سيدات وبطولة أفريقا أيضا طايرة رجال إن شاء الله ده هيكون بكرة وإن شاء الله هيكون بطولة السيدات هتقام من خلال الفترة من 5 وحتى 15 مارس أما بطولة أفريقا للرجال هتكون من 25 مارس وحتى 6 إبريل إن شاء الله يكون المؤتمر بيترقص أستاذ محمد الجرحي عوض مجلس الدارة النادي اللجنة العليا لهذه البطولتين إن شاء الله كامل التوفيق يبقى التنظيم على أعلى مستوى دائما النادي الأهلي بيما بيجي نظم بطولة بينظمها على أعلى مستوى إن شاء الله كل التوفيق لأستاذ محمد الجرحي عوض مجلس الدارة النادي الأهلي والمسؤول عن اللجنة العليا المنظمة للبطولتين إن شاء الله كل من الدكتور عمر علواني رئيس الاتحاد أفريقي والتونسي مونير بن سلمان هيكونوا متواجدين إن شاء الله في هذا المؤتمر وأيضا كل من عضو لجنة القانون في الاتحاد الدولي والاتحاد الغيني للكرة الطيرة يعني فيه بكرة حاجة هيبقى متواجد من الاتحاد الأفريقي الخاص بكرة الطيرة إن شاء الله يكونوا متواجدين غدا رمي ربيعة يمكن رمي ربيعة كان في مبارات الزمالي حصل له أصاب أصابة دي إحنا كنا متخيلين ممكن تكون هادية شوية أو شد بسيط في العضلة الضمة ولكن رمي ربيعة للأسف شديد يعني طبعا هي أصابة بتبقى رخمة شوية العضلة الضمة لو كان شد ما بقى لكم بقى إنها أطع في العضلة الضمة يعني كنت متوقع إنه ياخد له أسبوعين لو كانت شد لكن القطع هياخد له فترة طويلة ممكن من شهر لشهر ونص إن شاء الله رمي ربيعة يرجع بشكل مميز لأنه هو واحد من اللعبة اللي بتأثر صراحة في دفاع النادي الأهل وكرة حسن بيعتمد عليه بشكل كبير وهي مشكلة موجودة عندنا في الخط ده إصابات سواء بقى هو ولا محمد نجيب وعودة ساعد سمير الحمد لله بقوة في مبارات السوبر شفناه أعتقد يعني رمي ربيعة إن شاء الله يرجع بالسلامة ويكون لي سرعة الشفاء لأن في بعض الناس أو بعض اللعيبة العضلات بتختلف فيه الدكتور ممكن يحط من شهر لشهر ونصر شهرين عودة اللعبين ولكن طبيعة العضلة بتاعة اللعب عن اللعب بتفرق ممكن رمي إن شاء الله عن طبيعة عضلته ممكن ترجعه بسرعة بعمر الله طبعا والتأهيل الجيد لرمي ربيعة في الفترة القادمة إكرامي أيضا بيكتفي بالتدريبات أو بالجاري والتدريبات الجيم شريف إكرامي من حراس المميزين هو ما اشتركش بتدريب الجماعي النهاردة واتفق بالجاري حوالي الملعب وبعض التدريبات البدنية في الجيم يا رب إن شاء الله إكرامي أيضا من الحراس المميزين هو بالإضافة لمحمد شناوي وأحمد عدل عبد المنعم كلهم ما شاء الله عليهم حراس زي ما بنقوله حراس النادي الأهل دول وحوش في كل حتة بيبقوا متواجدين وحوش إكرامي وحش أفريقيا وابن وحش أفريقيا وبالتالي كامل التوفيق لي إن شاء الله ويرجع أيضا أحسن من الأول زي ما أقول لكم اسمو حافظ على أمبي أربعة سفر في مباراة قوية كان فيها حدث فريق زي ما أقول لكم تلات دربات جازية بتحتسب في هذه المباراة أيضا الداخلية بيتعادل مع بيترو جيت والخبر المميز بقى بالنسبة لنا هو دائما اللي احنا بنفرح بيه وزي ما بنقول الأهل يو بيعمل السعادة أو بيعمل سعادة لجمهور النادي الأهلي محمد صلاح لجمهور مصر بيعمل السعادة أو بيصنع السعادة لجمهور مصر نهاردة ليفربول بتفوق على ليستر سيتي بنتيجة أربعة ثلاثة محمد صلاح بيحرز هدف الرابع بشكل مميز جدا دائما محمد صلاح يعني بيخلينا فعلا فخورين جدا جدا إن عندنا لاعب موجود من الكرة المصرية طلع من مصر هنا بالسرعات اللي موجودة بإمكانياته اللي موجودة موجود حاليا وهو أحسن لاعب في أفريقيا وإن شاء الله لو كان بدري شوية كان ممكن ينفس اللاعبين الكبار سواء بقى كريستيان ورونالدو ولا ميسي يبقى مميز أيضا زي يوم وينفسهم في أحسن لاعب في العالم ولكن بنكتفي دلوقتي إن احنا محمد ياخد أحسن لاعب في أفريقيا ويبقى مميز في الدوري الإنجليزي أقوى الأندية أو أقوى الدوريات الأوروبية فبالتالي إن شاء الله كل التوفيق ليه ويصنع السعادة مرة واثنين وثلاثة ودائما للمصرين سواء بقى في الدوري الإنجليزي وتفوقه الكبير أو في كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله يكون متواجد إن شاء الله في شهر ستة القادم ونعدي بقى الدور الأولاني إن شاء الله في هذه البطولة ويكون صلاح سبب من الأسباب بأمر الله دائما هذا اللاعب فعلا كلنا بندعيله كلنا سعاداء دائما بتفوقه سعاداء دائما بوجوده في مركز مميزة هو دا دائما اللاعب اللي بيركز اللاعب دائما لما بيكون عايز حاجة بيعملها وزي ما احنا شوفنا محمد صلاح بعد حصوله على أحسن لعب في أفريقيا هو قالك أنا دائما بشوف الأفضل بدور على الأفضل هي كانت حلمي بالنسباني أنا حققته هشوف الأفضل وهشوف الأحسن عشان عايز حققه هو كمان الأفضل إن شاء الله محمد صلاح إنك تبقى أحسن لعب في العالم وإحنا أنت مش بعيد عن كده خالص إن شاء الله من خلال تواجدك في الدوري دا الدوري الإنجليزي البريمير ليج أو أي دوري تاني قوي وإنت تستحق إنك تبقى موجود فيه هتكون من أحسن لعبي العالم بأمر اللي دا صلاح بالنسبان يمكن برضو من أخبار الدوري الإنجليزي أرسنل يتعرض بالهزيمة من بورنثموس يمكن محمد النيني ما لعبش في هذه المباراة ولكن بورنثموس يكسب أرسنل 2-1 ويمكن طبعا النتيجة ممكن تكون دائما ممكن نتوقعها في الدوري الإنجليزي فقط إن الأندية الصغيرة ممكن تكسب الأندية كبيرة ولكن طبعا هو دا الدوري الإنجليزي وحلوته دوري كامل عدد زي ما كانت تنحمد أمام الله أرحمه كان بيتكلم على هذا الدوري إحنا فقرتنا النهاردة كانت بداية بالأخبار إن شاء الله هيكون بعد الفاصل معايا أستاذ محمد القوسي ناخد الرئيس الكبير واللي كان متواجد في الإمارات أثناء مباراة السوبر اللي تم تكريم وطبعا هناك في الإمارات هيتكلمنا طبعا عن التكريم وهيكلمنا عن كواليس مباراة السوبر والشكل الجمهيلي والشكل الرائع اللي كانت فيه مباراة السوبر وأيضا في الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معنا واحد من النجوم الكبار اللي يعبه في الأهلي واللي يعبه في المصري واحد من المدربين المميزين كابتن متحة فقوسة هنتكلم معاه أيضا عن ذكرياته سواء في الأهلي أو في المصري أو في وجوده كمدرب لما حصل على بطولة العالم العسكرية إن شاء الله هيكون صهرة ممتعة من خلال ديوفنا اللي هيكونوا متواجدين بعد الفاصل اشتركوا في القناة